تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز حلقة اليوم بعد تعادل برشلونة مع سان جيرمان اللي حنحكي كثير بتفاصيل وبعد ما تشتركوا بقناة سلبي سبورت الأكثر تنوعة من حيث أشكال وأفكار المحتوى في اليوتيوب علمونا إنه المعجزات بتصيرش مرتين وعلمونا إنه المثل اللي بيقول أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا كويس بس ما تستعملوا كثير لازم يستفيد من فرصه لازم يستفيد من فترات ارتباك خصمه اليوم المثالين الأول والثاني كانوا فعليا ضد برشلونة تاريخيا منطقيا والثالث كان في الواقع في الحاضر برشلونة عم يتفوق وما عم يسجل وبرشلونة بالتالي ضيع فرصة ريموندادة تاريخية أخرى من بين إيدي لكنه ما ضيع خروجه مرفوع الرأس وهذا الهدف المنطقي اللي كان وهذا الهدف اللي كان الكل يشعر فيه بالصبح انه اللي صار في الذهاب كان كبير ومكلف ومش دائما هتزبط تتأهل بدور الأبطال بتسعين دقيقة فقط بعد ما ضيع تسعين كارثيات في لقاء الذهاب خرج برشلونة مرفوع الرأس وهذا هدف منطقي واليوم لما سألت الناس الصبحي صوته في الإنستغرام شو تتوقعوا؟ تقريبا فوق 72% كانوا بيقولوا لا برشلونة ما رح يتأهل ما في ريموندادة بس المهم برشلونة حقق شيء من الريموندادة خلينا نحكي ريموندادة على نفسه هو ريموندادة على كبرياءه قدم حدة فرص كرة جميلة خلت الجميع يؤمن انه هذا المشروع فيه له أمل فيه له نفس محتاج هداف ربما محتاج لاعب آخر ربما في خط الوسط أو الدفاع وبعدها الأمور بتكون تمام المباراة باختصار جاءت على شوطين شوط أول كان فيه فارق ذهني مذهل رهيب لبرشلونة أكثر ثقة بنفسه أكثر إيمان بالريموندادة حدة سرعة واستمرارية 45 دقيقة تم خلق فيها فرص ما يكفي لعمر ريموندادة اليوم وريموندادة للدور الجاي أيضا لكن ما توفق برشلونة في المقابل ظهر سان جيرمن في الشوط الأول مجروح ذهنيا للغاية من ريموندادة 2017 مرعوب إنها تتكرر واضح هذا الشي ولما فريقي يرتعب لا تكتيك ولا مدرب بيقدر يسيطر على اللاعبين لكن من حسن حظه إنه أخذ فرصة ثانية في الشوط الثاني قبل ما أدخل بتفاصيل اللقاء لازم أحكي هذه الجملة لأنه بدي ناس تسمحها قبل التفاصيل لو انطلب مني أصنف شو أفضل ثلاث صفقات عملها سان جيرمن من يوم الريموندادة التاريخية اللي عملها في برشلونة وجرحه وخلاه سمعته وشخصيته مهزوزة من يومها حختار بلا منازع كيلور نافس الحارس الرائع اللي الموسم الماضي لما نتذكر نعرف إنه كان جزء أساسي من وصوله من النهاية دورة أبطار أوروبا الحارس اللي لو اليوم ما كان موجود على الأغلب إنه برشلونة أخرج سان جيرمن بلا منتادة تهدم المشروع كامل لأنه هذا الفريق بصير متخصص إنه ينهار حتى لما تكون ضامن التأهل نافس بيجي مباشرة بعد إمبابي بالنسبة لي من حيث الترتيب وربما حتى قبل نيمار اللي اتكررت إصاباته وسعره كان كبير مقابل عطاءه برشلونة أجرى تعديل بسيط على خططه اللي اتعودنا عليها في الفترة الأخيرة 5-3-2 وحولها إلى ما يشبه 3-4-1-2 والواحد اللي هو كان مره ميسي مره جريزمن بالتناوب حسب مجرعيات اللقاء ثم ثبتت هذه المساحة الكاملة لليونيل ميسي في المقابل بخطة دفاع شوفنا ديونغ والهدف واضح إنه لو سان جيرمن ضغط للأمام في لاعب ملجأ للإنجلين ومنجيزا أو لما نزل حتى فيربو بتعطوه الكرة عشان يصعد فيها ديونغ قادر يصعد بالكرة ديونغ قادر يكون بجانب بوسكتش في بعض المواقف لما يضغط برشلونة للأمام فكرة كانت استحواذية بحته بوضع ديونغ في الدفاع في المقابل باريس سان جيرمن بدأ بتشكيلة لقاء الذهاب مع تعديل مجبر عليه اللي هو دراكسلر بدأ الكيم اللاعب اللي كان نجم في لقاء الذهاب وغيابه اليوم كان مؤثر شوي على سان جيرمن خصوصا في مسألة صعود الكرة بالهواء لجهته لكن دراكسلر أخذ الفرصة أنه يلعب بالفريق مع أربعة ثلاث ثلاث معتادة أول عشر دقائق في اللقاء ظهر تماما نوسان جيرمن مرتبك حاول يمسك الكرة يعمل استحواذ سلبي لكن بكل بساطة ما عرف يسيطر على الكرة ظهر بالمقابل برشلونة سريع جدا برشلونة ذاهب للمرمى باستمرار وخلق برشلونة في هذه الدقائق إلى عشر الأولى فرصتين سانيحات للتسجيل لكن ما توفق فيهم واحدة كانت ركلة حرة مباشرة لليونال ميسي قريب جدا من المرمى وأخرى كانت فرصة بمواجهة المرمى لديمبلي بعد ذلك ظهر تماما أيضا أنه سان جيرمن عم بيرتكب نفس الغلطة اللي ارتكبها برشلونة في لقاء الذهب الفريق مش عم بيعرف شوي راقب ولا وين يوقف لا مسحات ولا أفراد الفريق مش عارف كيف لازم يلعب ضد هذا الشكل من أشكال برشلونة وظهرت استراتيجية عبقرية بين كومن اللي تعلم من لقاء الذهب وعرف أنه مسألة العمق كانت هي مشكلته عمق الوسط ثلاثي وسط سان جيرمن كان أقوى بدنيا أكثر عدوانية في لقاء الذهب على ثلاثي وسط برشلونة فهو عارف ما حتنحل المشكلة بدري مش حيصير فجأة هلق وصير أقوى من دريسة ولا بوسكتش بدنيا حيكون أفضل من بيراتي كان لازم يخرج هذا العنصر من معادلة لقاء اليوم وفعليا قدر يخرجه بشكل ممتاز في الشوط الأول هذول الاثنين بدري وبوسكتش كان وظيفتهم تغيير اتجاه لعب ما كان وظيفتهم يكون هم عنصر الاستحوان أو عنصر نقل الكرة الحقيقي للأمام الكرة عم توصلهم لمسة وحدة وبتتغير اتجاهها للأطراف وهناك كان في خلل واضع إنسان جيرمن بالرقابة على الأطراف فكنا نشوف ألبا بسلم الكرة وبوقف عليها وبعدين بيركذ بعد ما يقرر دست نفس الشيء فسد الدست كرة بالعارضة نتيجة هذا الخلل في الرقابة وقلبا مرر أكثر من العرضية خطيرة وبعض الأحيان نتيجة تغيير اتجاه اللعب المستمر هذا لمسة من بوسكتش واحدة على اليمين واحدة يسار من بدري لمسة واحدة بتوقف ما تطول وحيغير اتجاه اللعب شيء كان حتى ميس يساهم فيه ديمبلي يساهم فيه كانت استراتيجية لعب اخرجوا العمق من المعادلة يخلوا هذول الثلاث مش موجودين في أرض الملعب ولما كانوا يصير هذا الارتباك يحاولوا يروحوا على الأطراف فجأة لعبة سان جيربان كنا نشوف الكرة ممكن ترجع للعمق وتصير تمريرة ما بين ماركينيوس وفلورنزي مستغلين انه ديمبلي أسرع من الاتنين وكانت دائما تقريبا عم تنجح ودمبلي دائما عم بيكون أسرع وعم بيدخل بالكرة وبيكون أول من يوصلها ويسدد ولكن ديمبلي بضيع فرص كتير زي ما بنعرف كل شيء كان مثالي في شوط الأول لبرشلونة إلا لقطة لنجلي اللي أعطت ركل الجزاء ركل الجزاء لو ما كانت هي البداية لبرشلونة خلونا نتخيل لو كان هدف ميسي بهذا الطريقة هدف الصاروخي هو الهدف الأول لبرشلونة ولو جاءت ركل الجزاء والنتيجة واحد سفر وتسجلت شو كان ممكن يصير بكرة القدم اليوم خطأ من الإنجلي مش مستغرب يعني من عمال شحانة متفاجئين كررها ببالي كلاسيكو مع قادش اللاعب بعض الأحيان عم بتصرف بعدم تركيز وتهور شوي حيشوفك حتى لو الحكب ما شافت وإذا تيجت أنه برشلونة أخرج دريساجاي أخرج باريدس أخرج في راتي من المعادلة وممكن في راتي كان الأكثر استيعابة للي جاعد بيصير فكنا نشوفه عم بيقرب على ميسي بعد المواقف ما عم بلحق بوسكتش لأنه عارف مش حيلحق يوصل ع بوسكتش قبل ما الكرة تطلع منه عالطرف ظهر كأنه دريساجاي وبريدس مش عارفين شو يعمل في أرض الملعب تاهين كل مره ببدل أماكن مرة هدا بروح بالعمق بعدين تلبيه بروح عن يمين بروح عن ياسا مش عارف شو لازم يعمل في لقاء اليوم في الشوط الأول وكأنه سان جيرمال في الحالة الدفاعية كان ناقص لعبين فعلا ومن أكبر مشاكل سان جيرمال في الشوط الأول وفي الشوط الثاني بدرجة أخف شوي أنه اليوم بدخل اللقاء عنده استراتيجية واحدة بس للهجمات المرتدة ولما تلعب ضد فريق بلعب كرة هجومية داخل مستعجل يسجل أهداف كثير فهيعمل لك كتاب هجومية كبيرة جزء أساسي عشان تنجو مش دفاعك يصمد جزء أساسي أنك تخوفه بالمرتداد سان جيرمال دخل الفترة وأضحى أعتقد جميعنا كنا عرفين شو هيصير بكل كرة بكتاح سان جيرمال هيحاولوا وصلوها لإمبابي عشان إمبابي يركض ويحاول يمر نجحت ربا موقف موقفين لكن دائما كان قابل للتوقع دائما برشلونة عرفوا رايحة الكرة ودائما بيكون قريب من إمبابي لما توصلوا الكرة وهون كان هذا من أكبر عيوب بريسان جيرمال في لقاء اليوم اللي خلاه كثير مضغوط واللي خلاه ما يستفيد من نصف الملعب تقريبا كما سحة وفر لها برشلونة نتيجة أنه مضطر يهجب مضطر يحط كثافة في منطقة سان جيرمال أنا مش ظالم لما أقول الشوط الأول اللعب برشلونة اليوم أفضل من الشوطين تعاوني الربونتادة التاريخية الستة واحد مع بعض خلق فرص أكثر من الشوطين مع بعض في اللقاء بحكي عن الشوط الأول بس ومعنه بشوط الثاني خلق بخمان فرص بس كرة القدم هي هيك مش دائما تبتسم لك فيها الحظ لكن اللي صار اليوم زي ما حكيت يبنى عليه بشوط الثاني برشلونة واجه ثلاث استنزافات أول استنزاف نعرفه جميعنا استنزاف الوقت لأنه الشوط الأول خلص استنزاف الثاني استنزاف ذهني لأنه أنا لعبت ضيعت فرص وأهذرت فرص الإحباط بلش تسلل لهذا اللاعب لهذا اللاعب ممكن مش الكل بس في لعبين حسينهم طفوا شوي حماسهم بين الشوطين واضح أنه لما تأملوا وفشو ضيعنا مستحيل لي خلق هذا عدد من الفرص اتأثروا والاستنزاف الثالث وهو أخطر استنزاف في لقاء اليوم وهو سبب أنه برشلونة ظهر أقل حدة أقل خطورة في شوط الثالي عنصر مفاجئة راح بريس سان جيرمن شاف شو صار فيه بوكتينو مش مدرب ما بدمون على اللاعبه واضح جدا أنه قدر يستغل على اللاعب شوط ثاني عكس أناي إمر اللي صار في لقاء الستة واحد هون عنصر مفاجئة راح أخطاء الفريق تاعته كلها أمامه كل المطلوب يحاول يعالج أكبر عدد ممكن منها عشان يحاول يطلع بأقل خسار وهذا فعلا اللي حصل حكيت في شوطر أول كانت المشكلة مشكلة شغلتين المساحات اللي لازم يحتلوها لعينة سان جيرمن الموقف الدفاعي ما كانوا عارفينها ما كانت واضحة فكانوا عم بيفتحوا الطرق لبرشلونة مهم يفكرين حانوا عم بيدافهم بس فعالين هم عم بيفتحوا الطرق لبرشلونة التسير إلى كيرورنافس والثاني أدوار الرقابل الفردية بالشوط ثاني اتحسن هذا الدور صور نشوف دراكسلر وبعدين نزل ديمارية طبعا ونشوفه عم بيضغط أكثر على قلبه هو اللي مطالب يلعب على ألبا وبطل ألبا عم بيسلم الكرة هو مرتاح وهون وحتى لما تراكسلر يتأخر على ألبا سنحس إدريزا كاي أو بريدس هم اللي يروحون له ما عم بتركه فلما يسلم الكرة ما عم بيكون لي واحده ما عم ده الوقت اللي يوقف على الكرة فقلت خطورته في شكل ملموس جدا في الشوط الثاني أيضا في شغلة تغيرت مهمة جدا دور إيكار دي دفاعي تحسن جدا في الشوط الثاني صار يرجع كانت وظيفتهم يمنعوا التحويل اتجاه اللعبي اللي كنا نحكي عنه من بوسكتش بدري للجه الأقرب لبدري أو العكس من بدري لبوسكتش وللجه الأقرب لبوسكتش عالطرف الاتنين وقفوا بين الاتنين بحيث يمنعوا هذا التحول إن بابي عم بوقف بين بوسكتش والجه اليمنى وإيكار دي بوقف بين بدري وبوسكتش هذا الشي لغى فكرة تحويل الكرة خفف كتير من إرهاق سان جيرمن ما بين يمين ويسار وحافظ سان جيرمن على مسألة إنه أظهرتي ما بتتقدم بالنحية الهجومية أبدا مش حامل هاي الغلطة مش مضطر مش محتاج النتيجة واحد واحد وشوفنا تبديل آخر لهو دخول دانيلو دانيلو هو صح لعب متأخر بس بعقلية قلب دفاع يعني وعشان يك لما دخل صار في الحل الهجومي فراتي تحرر شوي لأنه اللي وراه أقلب لقلب دفاع لعب ممتاز بالهواء بقوي جسديا وأيضا لعب ممتاز بإفتكاك الكرة هون تحرر شوي فراتي بالهجوم بعض الأحيان باريس سان جيرمن أخذ بالشكل الهجومي 4-3-1-2 وطبعا حافظ أقد ما يقدر 4-3-3 لكن بكثير مواقف كنا عم نشوف دي ماريا عم يسقط بين خط الدفاع وخط الوسط تعوين برشلونة وبيكون إنبابي وإيكاردي مهاجمين وكأنه الفكرة عندها أساسيتين حاولوا يخلوا إنبابي يلعب على الإنجليا ربما يطردوا بإحداث الأقطار وحاولوا يخلوا دي ماريا يستغل التراجع البدني المتوقع عند بوسكتش مع الوقت وبالتالي بيسقط خلفه وبيكون أقرب إنه يوصل الكرة للمهاجمين اتحسن شكل سان جيرمن هجوميا صارت الكرة لما توصل الثلث الأخير بتحس فيه تمريرة ناكسة وبتصير هجمة خطيرة هذا الشيء يخذ لي بكتينو ردة الفعل هذه كاملة تأخذ له وأيضا سان جيرمن حاول يحسن من نسبة استحواذه لأنه بشط الأول كان مع بيمتلك كرة وأعتقد حسنها من 6% ل7% يعني تحسن نسبي مقبول بس التحسن الأكبر كان في مسألة تنزيل رتم اللقاء نتيجة تمركز الكويس في حالة دفاعية نتيجة وقوف العيدته بشكل كويس في حالة دفاعية معهد برشلونة جادر يحرك الكرة بنفس السرعة وأيضا نتيجة أنه لما كان يمسك الكرة صار يحاول يحافظ عليها بشكل أهدأ ما يستعجل فكرة المرتدة على إنبابي فنزل الرتم ولما نزل الرتم صار ضد برشلونة لأنه نزول الرتم يعني وقت أقل حقيقة للعب ولو كان هو 45 دقيقة زي ما بنعرف لكن عملية نقل الكرة أقل عملية الفرص وعددها هيكون أقل لأنه الرتم أبطأ كما ما استسلم أمام هذه الحالة شفنا لما شاف أنه دم عزل قلبة بطل جادر تجيله الكرة ومرتاح تم عزل دست بطل جادر تجيله الكرة ومرتاح دائما في ضغط عليه إذن كانت في فكرة مهمة لازم أن نزل اللاعب لوحده بقدر يلعب فنزل ترينكاو ومن أول كرة لترينكاو شفنا عم بيعمل فاصل مهاري عم بيهدد وهون عجبني أيضا بكتينه بالرد بكتينه بالشط ثاني كان صحي مزي الشطر أول مباشرة أرسل ديمارية على اليسار وودة إنبابي على اليمين إنبابي لأنه المطلوب على قلبه يتقرب عليه تضغط عليه ما تخليه وقف على الكرة يس المطلوب على ترينكاو يتواجهه وتركض معاه لأنه سيركض ويحاول يراغب وفعليا نيدر ديمارية يحد من خطورة ترينكاو أيضا نجاح مهم دفاعيا للشط الثاني لسان جيرمان بعد شط أول كارثي منه دفاعيا شط أول عظيم هجوميا لبرشلونة شط ثاني جيد جدا لبرشلونة هجوميا رغم تحسنات سان جيرمان اللي قللت من الخطر بنسبة كبيرة حاول كومان بتبديلات أخرى زي ما شفنا بدقيقة 77 يتخل عدت لاعبين لكن خلص منظومة الدفاع سان جيرمان صار بتماسكة الثقة بالنفس صارت أعلى ذهنيا عادل فريق وبرشلونة صار بحارب ضد الزمن صار لازم يستعجل وهون صار يعني خلين نحكي ما كان في ذلك الوقت الكافي إنك تعود مشكل دائما حتسجل ثلاث أهداف بعشر دقائق عجبني كثير ردت فعل سان جيرمان الذهنية يحسب لي بوكتينو بين الشطين وراح جدا إنه قدر يحكي معهم عرف رجحهم للقاء عرف خليهم يكسبوا ثقتهم بنفسهم وقالهم بلا فضايح ثانية زي اللي عملتها في الماضي مع برشلونة واللي عجبني أكثر ردت فعل ماركينيوس اللي بالشط الأول كان عم بيحاني كان عم بضيع كان عم بيفلت منه ديملي مرة ويفلت منه ميسي مرة وكأنه مش عارف شو لازم يعمل لكن بالشط الثاني كان بهنيا أفضل شخصيته أفضل قتاليته أفضل ردت فعل بتليق بقائد لهذا الفريق بس اللي عجبني أكثر شيء اليوم أكيد هو شخصية برشلونة إيمانه بكرته إيمانه بثقته بنفسه الذهاب إلى هناك للعودة بنتيجة والإيمان أنه كل شيء ممكن هذا هو برشلونة اللي بلعب هاي الكرة الممتازة اللي بيخلق هذا العدد من الفرص اللي ما بيقاس هذا هو برشلونة اللي ممكن تبني عليه للمستقبل هذا هو برشلونة بتعطي رسالة فيه أنه الوضع مش كارتي جدا الوضع مش منتاز بس كمان الوضع مش منتهي الوضع محتاج تعديلات فقط ممكن خلوني أختم بناحية تحكمية أعتقد أن كورزاوة استحق التارد اليوم لما عمنا الخطأ معه بالطاقة صفر خصوصا الخطأ متعمد وواضح فلكن الحاكم ما تارده ربما أكيد طبعا أنه صار في تارد لتغير تجاه اللقاء تماما جدا وبنوصل هون لنهاية حقق سلفل أوروبا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد اشتركوا لو سمحتوا بقناة سيفي سبورت على يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله